اشتركوا في القناة في توب املاقي لاحظ يعجبني ما الذي يحول بين الفعل يعجب وضمير يا المتكلم إنها النون حاول أن تقرأ الكلمة دون النطق بهذه النون فهل تستطيع؟ طبعا لا هناك نونات كثيرة في اللغة العربية النون حرف نون التنوين الزائدة نون النسوة نون التوكيد التقيل والخفيفة فما هي هذه النون يا ترى؟ إنها نون الوقاية فما إعرابها إذن؟ حاول أن تعرب معي يعجب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره النون للوقاية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب اليا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والفاعل هنا هو المصدر المؤول في قول الشاعر إني أعيش وتأويل ذلك يعجبني العيش الآن لاحظ معي مجددا قول البارودي وإن مررت على المقياس فهدي له مني تحية نفس ذات أعلاقي حاول أن تعرب معي مني إذا فككنا الإضغامة تساوي من زائد النون زائد اليا من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب النون للوقاية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور لاحظ معي مجددا في قول البارودي دائما ولكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي يقول لكنني إذا حاول أن تعرب معي لكن حرف مشبه بالفعل يفيد الاستدراك أو هو حرف نصب واستدراك النون للوقاية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب أما الياء فهي ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم لكن لأن لكن من أخوات إنه فهي تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها إذن ماذا استنتجت عزيزي الطالب نون الوقاية حرف زائد يؤتى به لوقاية ما يتصل به من الكسر المناسب وظيفتها لسانية توضع لوقاية اللسان من استحالة الجمع بين الكلمة المضافة إلى ياء المتكلم وبين هذه اليا فهي فاصل بينهما ومن المواضع التي تزاد فيها الفعل الحرف المشبه بالفعل مثل ليتني لكنني كأنني إلى آخره حرف الجر من وعن وقد ورد في البيت السابق مني ونقول أيضا عني وأما إعرابها فهو كالتالي نون الوقاية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب أعيد نون الوقاية حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب والآن ننتقل مع بعض إلى الجزء الثاني من الدرس عد معي إلى قصيدة البارود التي درستها في القسم ولاحد حزن براني وأشواق رعت كبدي حاول أن تعرب معي كبدي فقد وقعت هنا فقد وقعت هنا مفعول به فإعراب ها إذن يكون على النحو التالي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة فتحة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة ونقول هنا الحركة المناسبة لأن الياء تناسبها الكسرع ولا تناسبها الفتحة وهو مضاف وأما الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه الآن لاحظ مجددا قول أحمد شوقي نفسي مرجل وقلبي شراع بهما في الدموع سيري وأرسي نفسي فقد وقعت مبتدى والمبتدى يكون مرفوعا إذن فإعرابها كالتالي مبتدى مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة دائما وهو مضاف لأن الضمة أيضا لا تناسب الياء فالياء تناسبها الكسرع ولذلك نقول اشتغال المحل بالحركة المناسبة والياء دائما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه الآن انظر إلى قول البارودي لا تطل لومي على صمتي أعيد مع بعض لا تطل لومي على صمتي فلو هز قوم الشعر ما حطم تعودي الآن قلنا على صمتي فصمتي فصمتي هنا وقعت اسما مجرورا وبالتالي فكيف سيكون إعرابها يا ترى إذن صمتي إسم مجرور بحرف الجر على وعلامة جره الكسرة الظاهرة كسرة ضاهرة في السابق قلنا فتحة مقدرة قلنا ضمة مقدرة أما الآن فهي كسرة ضاهرة قد يتساءل الطالب لماذا؟ لأن الكسرة هنا تناسب الياء فلا ضرورة للإعراب التقديري فإذن هي كسرة ضاهرة وليست مقدرة وهو مضاف ودائما الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه وبالتالي عزيز الطالب ماذا استنتجت الآن بعد هذه السلسلة من الأمثلة إذن يعرب المضاف إلى ياء المتكلم ما لم يكن منقوصا أو مقصورا أو مثنى أو جمع مذكر سالم في حالتي الرفع والنصبة أعيد أقول في حالتي الرفع والنصبة بضمة وفتحة مقدرتين بفتحة وضمة مقدرتين منع من ظهورهما اشتغال المحل بالحركة المناسبة أما أما في حالة الجر فعلامة الإعراب ضاهرة فهي الكسرة الضاهرة لأن الكسرة تناسبها الي إلى هنا ينتهي درسي هذا اليوم وإلى اللقاء في الدرس القادم فكونوا معنا ولا تبخلوا علينا بالمشاهدة لأن المتعة والفائدة أكيدة ترجمة نانسي قنقر